موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلاً حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع دايماً في حدثنا عن الخلاص أو الصليب أو الأمور دي بنرجع للخطيئة لأن الأساس المشكلة هي الخطيئة فهل ممكن في الأساس نحط تعريف للخطيئة؟ إيه هي الخطيئة من نظر الكتاب؟ طبعاً يا بيتل لازم نحط تعريف للخطيئة لأنه التعريف هيساعدنا نفهم ليه الموضوع كبير الكتاب بيدينا أكتر من تعريف للخطيئة واحدة من أهم الأماكن يحن الأولى صح ثلاثة عدد أربعة بيقول أن الخطيئة هي التعدي ببساطة الخطيئة هي كسر وصية الله هو التعدي على وصية الله أنه الله يقول لآدم محاوة من جميع الشجر الجنة تأكله أما من شجرة معرفة الخير والشر لا تأكلها لأنه لو أكلتوا موتاً تموتاً ويأكلوا من الشجر مهم؟ فالخطيئة هي أنه الله يقول وصية والإنسان يتعدى على الوصية دي بس في مكان تاني مهم في رمية تلاتة تلاتة وعشرين بيقول أن الجميع أخطأوا وأعوازهم مجد الله بنفهم الآية دي أنه الإنسان هدف وجوده أنه يعكس صفات الله المجيدة يعكس مجد الله يعكس محبة الله طهارة الله قداسة الله نعمة الله تمام؟ الخطيئة خلت الإنسان يفشل في الهدف ده في تحقيق الهدف ده أكي أنه مراية بتاعك الصورة معينة والمراية دي قصرت فالإنسان ما بقاش قادر يحقق الهدف أنه يعكس الصورة الإلهية دول تعرفين كتابيين أنه كسر أو تعدي على وسيط الله وأنه الفشل في تحقيق الهدف أنه نحن نعكس صفات الله الفشل ده كان ناتج عن الكسر فالناتج عن قلة الطاعة فأنه الطاعة كانت هتؤدي الإنسان أنه يمجد فأنا قد أقولني دي النتيجة الخطيئة بالضبط أو عدم الطاعة مش عايز أقول بس قلة الطاعة لكن عدم الطاعة وعايز كمان أفتح معاك شواهد أكتر يعني عايز أشجعك أنت وليدي يفتحه معاك شوية شواهد ممكن ليدي يتفتح لنا جامعة سبعة تسعة وعشرين وممكن بيتر تفتح لنا تكوين ستة خمسة الآية بتقول أنظر هذا وجدته فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة تعليق سريع هنا العدد ده بيقول أنه الله خلق الإنسان مستقيم يعني بلا خطيئة لكن الإنسان طلب لنفسه اختراعات كثيرة ببساطة قصة الكتاب ينفع تلخص في الخلق السقوط الفداء التجديد أو الاجتمال فالخلق كان حسن جدا الإنسان كان طبعته مستقيم ينفع يخطئ لكن هو بريء من الخطيئة كان ينفع يسقط في الخطيئة لكن هو كان مستقيم تمام؟ لكن اللي حصل في تكوين تلاتة إنه الإنسان اختار أمور لا تمجد الله اختار كسر وصايا الله هنا دخلت الخطيئة فأنت قصلك مش شاهد ده يا مارك إنه اختراعات كثيرة يعني اشتهى حاجات غير الله يس يعني شهوات أمور كثيرة ضد مشيئة الله ضد وصايا الله مظبوطة خلينا نقر شيء تاني ممكن تقرأنا تكوين 6 خمسة بيتر وليدي حضاري مرء السبعة 20 و 22 تفضل يا بيتر وراء الرب إن شر الإنسان قد كسر في الأرض وإن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم اللي بيحصل في التكوين إنه بعد ما الخليقة كانت حسنة جدا في تكوين واحد واثنين الخطيئة دخلت في تكوين ثلاثة بعد كيف تشوف تدهور عمال بيحصل فواحدة من مظاهر التدهور ده إنه الله بيقول إنه الله بينظر بيفحص قلبك وقلبك وقلبي ويشوف إنه كل تصورات قلبنا شريرة كل يوم كل لحظة فالخطيئة هنا عملت تأثير في طبيعتنا الخطيئة خلت كل اللي خارج مننا في شر وفساد تعالوا نشوف المسيح إزاي هيوصف ده أكتر في مرء السبعة مرء السبعة ده كم؟ مرء السبعة نقرأ من 20 لغاية 22 ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مقر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان بص المسيح هنا بيعمل أشعة مقطعية للقلب بيبص على قلبك وقلبي ويقول ده الشكل اللي خارج منه عارفين لو نبع مثلاً نهر النيل بيطلع فساد، بيطلع مية مش نضيفة لو روحت لأي حتة في النهر هتلاقي المية مش نضيفة ممكن تحاول تغير مثلاً المية في آخر مجرى النهر لكن تنظيفك للمية دي مش هيمنع أنه بكرة المية نفسها تبقى وحشتان لأنه النبع فاسد فالكتاب دايماً بيربط قلب ده اللي هو مصدر كل وعي وكيان الإنسان فكر الإنسان، مشاعر الإنسان ده المقصود بالقلب والبيقول إنه المصدر بايز طبعاً فيه واحد من الهواتين قال تخيل لو فيه مركبة كبيرة كبيرة قوي وفيها يعني زي صجب واحد كده في الخشب بتاعها الصجب الواحد دوت مهما إن كانت المركبة دي عظيمة قادر إنه يخلي المركبة كلها تغرق مهم؟ فالخطية لما دخلت خلت إنه كل الكيان غرقان فيه أكتر من تشبيه نقطة بتاعة سم في كباية فيها ميا جميلة الكباية كلها اتشوهت فدخول الخطية اللي بنشوفه في تكوين ثلاثة خلت كل كيان الإنسان في فساد ووصف الكيان شبه للمسيح قاله في مرء السبعة اللي أنت بتقوله ده يعني قصدك إنه آدم بعد ما عمل الخطية الأولى القلب نفسه تغير صح؟ ما بقاش زي الأول طبعاً طبعاً الخطية غيرت طبيقة الإنسان عشان كده واحد من الهواتين بيقول السبب إنه احنا بنخطئ وبنطلع حاجات بتكسر وصايا الله هو إن احنا بالطبيعة خطوة فالمشكلة بقت في طبعتنا دلوقتي المشكلة بقت إنه طبعتنا نفسها مصدر للشرور حد تاني قال قلب الإنسان مصنع للأصناع فإحنا بقينا طول الوقت بننتج كسر الوصايا الله لأنه طبعتنا نفسها بقا فيها مشكلة بس في وجهة نظر موجودة كمان بنسمعها أكتر إنه أنا كويس يعني أنا بعمل أنا حلو أنا بعمل حاجات حلوة وكأن الخطية هي اختيار يعني حاجة براية أنا بختارها أو ما بختارهاش بس أنا إنسان كويس فاللي أنت بتحكيه ده يرد على الفكرة زي متهيقل طبعا بصي يعني مصدر معرفتي بحالة الإنسان لازم يبقى وصف الله نفسه وإحنا شوفنا المسيح عمل إيه في مرء السبعة بس خليني أفتح معاكم شاهد تاني خليني كلنا نفتح أفاسوس اتنين أفاسوس اتنين شاهد مهمة قوي 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 لأنه مش بس بيقول لنا عن حالتنا لكن بيقول كمان عن إزاي الخطية اللي عملناها دي أثرت على علاقتنا بالله يعني مش بس نحن عملنا الخطية كده في كورنر وعارفين كتير بنتخيل أن أنا إيه ممكن أعمل خطية كده وحد شايفني بيني وبين نفسي ولا هأثر على حد ولا حد يأثر علي أنا بس مع نفسي وأنا حر محب؟ بس تعالوا نشوف الخطية إزاي أثرت على الإنسان بس كمان أثرت على علاقته بالله قفسوس 2 من 1 ل 3 وأنتم إسكنتم أموات بالزنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب قلبقين أيضا هقف هنا أول 3 أعداد في قفسوس 2 بيشرحوا حالتنا يعني بص بقول أنتم إسكنتم يعني حاجة للمؤمنين بوليس بيكلم مؤمنين بيقولوا أنتم في الماضي قبل الإيمان قبل الخلاص ما يحصل لكم حالتكم كانت عاملة إزاي أمراض بالزنوب والخطايا صح؟ قال كده؟ قال أمراض؟ الأموات بالزنوب والخطايا ففي موت روحي حصل للإنسان ممكن نعرف إيه المقصود بالموت الروحي الموت الروحي يا بيتر شابها اللي احنا كنا بيقولوا إن الإنسان بقى طابعته بتخرج شرور تمام؟ بس كمان الموت الروحي مرتبط إن الإنسان بقى ميت روحيا في التفاعل مع الله يعني الإنسان ما يقدرش يقدم عبادة مرضية لله الإنسان ما يقدرش يطيع الله فيه شايد بحبه بس أنا مش عايز أخرج من أفاسوس سأقوله لكم وإنت ممكن تراجعوا في رومية 8 من 6 إلى 8 بيقول إن الإنسان بحسب الطبيعة الجسدية بتاعته ما يصدش الجسد ده لكن بيقول الطبيعة الشريرة بتاعته لا يستطيع أن يرضي الله ما يقدرش يتجاوب روحيا مع الله هروح لحتة وهرجع لأفاسوس ديني ده مش معناه مثلا إيه اللي أنت قلت من شوية إن الإنسان ما يقدرش يخرج حاجة كويسة مثلا يحب حد أو يقدم له خير لأن إحنا دايما لما بنتكلم على مبدأ مهم اسمه سورة الله في الإنسان بنقول للسورة لم تمحى لكن تشوهت فالإنسان يقدر يطلع بعض الأمور اللي تبدو خير تمام؟ لكن فيما يخص الله فيما يخص عبادة الله الشاركة مع الله الإنسان ميت روحيا تمام؟ خلينا نرجع لأفاسوس 2 بصوا بيقول عدد اتنين بيقول التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء وبيعرف أنه مين رئيس سلطان الهواء ده الروح اللي بيعمل في أبناء المعصية وكنه عايز يقول أنه كل إنسان غير مؤمن مش في المسيح ما نالش الخلاص هو تحت سيادة إبليس تمام؟ وبعد كده طبعا بيقول أبناء المعصية وكنه المعصية هي الأب وإحنا الأبناء تمام؟ بس بصوا كلمة بيقولها في الآخر بيقول كنا بالطبيعة أبناء الغضب السؤال هو غضب مين هنا؟ إحنا أبناء الغضب غضب مين؟ الكتاب بيقول في أكتر من مكان أنه ده غضب الله يعني دي دينونة الله الله كدوس الله عادل بالمناسبة الغضب مش صفة من صفات الله لكن الغضب هو نابع من صفة القداسة الله دايما فعله تجاه الخطيئة غضب ودينونة واتجاه خطيئة بس؟ أحيانا بنسمع أنه الله متدايم خطيئة يقرح الخطيئة لكنه لا يقرح الخطيئة هل الغضب الذي تقوله ده تجاه الخطيئة ولا تجاه كمان الخطيئة؟ بصي أنا عارف أن الجملة دي مشهورة أولا دي بس أنا أريد أسألك باللينا قلناه من شوية إيه تعريف الخطيئة أصلا؟ تمرد على الله كسر وصي الله هل يوجد أي خطيئة بدون خطيئ؟ الخطيئة ليس مبدأ هلامي كده طاير في السماء والله بيحاربه لا الخطيئة لا توجد إلا في قلب متمرد على الله عشان كده إحنا عندنا يعني أنا عايز أقول حاجة تبدو للوهلة الأولى كده غريبة إحنا عندنا قيد كتير بتقوله إن الله بيحب الخطاء وعندنا قيد كتير بتقوله إن الله بيكره الشرير وبيكره الخاطي مش مصدقاني راجعي بقيت اليوم النهاردة مزمور من 5 ل11 ويريوم كويس هتلاقي في أكتر من مرة الله بيقول إنه بيكره الشرير طبعا هنا يقصد الشرير كمان المتمادي في الشر بتاعه اللي مش بيتجاوب مع تعاملات الله مش بيتوب مش بيبص على الله لما الله بيعرض له رسالة الإنجلي فأنت أصدق تقول إنه لو الإنسان شرير بس ممكن يكون فيه توبة في قلبه إنه الله مرحب به لكن لو هو متمدي فيها فالله غاضب على ده؟ أنا هأجل السؤال ده للكلام بتاعنا عن التوبة تمام؟ لأنه في التوبة هنشوف إزاي إنه الله بيعمل في قلب الخطاة والأشرار لكن اللي أريد أكد عديد الوقت إنه الكتاب بيقول الحقيقتين وما ينفعش نمسي في واحدة ونسيب واحدة تمام؟ مارك إحنا بدأنا بتعريفة الخطيئة إنها تكسر الوصايا الله آدم الله قال له ما تقولش من الشجرة فهو أكد وبعدين إنتهينا بأنه موت وغضب وأنه الإنسان ما بقاش قادر يتواصل مع الله اللي هو الموت الروحي فهل لو يعني لو ابنك عامل حاجة غلط في البيت صغيرة هل أنت درجة اهتمامك بيها توصله لأنك موت وأنه بقاش قادر يرديك تماماً وأنه هيحصل لكل ويبقى ابن للغضب وأن تفضل الغضبان عليه ولا تقدر تتجاوز ببساطة يعني الله العظيم المتسامي جداً ده مهتم بخطير صغيرة قوي آدم عملها والنتج عنها أنه تغير في طبيعته ويموت ويبقى ابن للغضب بص بص يا بيتر أنا عايز أقولك طبعاً إحنا هنتكلم في ده شوية كمان شوية أنا عايز أكلمك على الكفارة وزي أنه ربنا أوجد حل بس أنا شايف إن أكبر مشاكلنا في الحياة إن إحنا مش مدركين عمق شر الخطيئة خلينا أرى لك تعريف قالوا واحد من اللوتين جميل أوي 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 بص بص قال إيه قال الخطيئة هي أن لا يكرم مجد الله أن لا نهاب قداية الله ركز إزاي الله هو المركز في القصة الخطيئة هي أن لا نشطاق بإعجاب شديد لعظمة الله وأن لا تسبح قوة الله وأن لا نسعى لحق الله أن لا تبجل وتحترم حكمة الله الخطيئة هي أن لا نستغلي جمال الله كأعظم كنز في الحياة وأن لا نزوق صلاح الله نحن ما ندقش صلاحه وأن لا نصق فأمانته وأن لا نطيع وصياه الخطيئة هي أن لا نحترم عدالة الله وأن لا نخاف من غضب الله الخطيئة هي أن لا تكون ممتن لنعمة الله وأن لا نسمى حضور الله الخطيئة هي أن لا يحب شخص الله أكثر من كل شيء دي الخطيئة الخطيئة هي أن أنت يا بيتر تبعيش تنزل الله من العرش وتقول أنا عايز أقعد مكانك حد قال تاني أنه لو جمعت كل الشرور الطبيعية اللي هي الزلازل والبراكين اللي بتحصل كلها في التاريخ مع بعض وحطتها مع بعض الاسم والكبح اللي فيها مش زي خطيئة واحدة بس أنت عارف كل الحاجات المؤلمة اللي بنشوفها في العالم تخيل كده فكر في كل الحروب والأوبئة والبراكين كلها بسبب خطيئة واحدة بسبب خطيئة واحدة عمالها إذا الخطيئة قبيحة جدا جدا مارك بس الحالة الواضحة اللي كتاب يتكلم معنا عن الناس أموات معظم الناس مش بيشوفوا كده بيحسوا أن هم كويسين للأسف يا بيتر عارف الخطيئة عملة زي الكنسر ممكن يبقى عندك الكنسر لوقته طويل جدا وانت مش حسس بيه عشان كده العلاج ان انت تروح تشوف شريعة الرب ووصايا الرب وتفهمها فكلما هتفهمها كلما هتكشف زي الأشعة زي ما كنا بنقول من شوية كلما هيتكشف المشكلة عملة زي والمشكلة يعني اللي هربطها بدي البر الزاتي انو الانسان حس ان انا وحش بس ما زي الناس الباقي واحد من الاهوتين قال انو في نوعين بس من الناس في العالم الخطا اللي شايفين نفسهم أبرار وكويسين والأبرار اللي خدوا الحياة الجديدة بس عارفين ان هم خطوة عارفين حجم المشكلة وممكن مشكلة طيب مارك الكتاب احنا بنقول عليه انو خبر صار يعني والكصة اللي احنا حكيناها النهاردة ممكن داته تكون خبر صار لحد فهل في حل في امل في فكرة انو احنا كلنا خطا واموات زي ما رسول بوليس قال في حل يا لدي بس عارفة قبل ما نجري على الحل لازم نغرق في عمك المشكلة حد برضو قال عرفوهم قد ايه الأخبار السيئة سيئة جد عشان لما عرفوا الأخبار مفرحة يعرفوا قد ايه مفرحة جد فكويس ان احنا يبقى عندنا اوقات بنغرق في قد ايه الأخبار السيئة اشتركوا في القناة